سنتحدث عن عطل متقرر جدا في اعدادات الغاز الديجتال نحن نشحن الكارت يظهر كود 101 ويختفي ينور باللون الأخضر ويظهر لنا الرسيد ويظهر لنا البيانات التي نحتاجها لكي نفعل الكارت لكي نشحن أو لكي نشحن كود 101 يجب ان ترى الكود 101 هذا هو سببه لكي نعرف سببه هل هناك غاز ام لا لو لا يوجد غاز يعني لو الغاز يقف ويوجد غاز ويوجد غاز يبقى المشكلة في العداد العداد ليس متعرف على الكارت فالعداد يجب ان يأتي الضبط وده في الحالة دي هنتصل بالأرقام التي هي على الشاشة طوارق على العداد لكي تبرمغ العداد من جديد لو كود 101 كارت غير مقبول يجب ان يأتي الغاز ومشكلة يبقى عندنا المشكلة في الكارت الكارت هو اللي مش متعرف على العداد نفسه مش متعرف عليه عن ايه يعني اول حاجة نعملها ان احنا نتأكد هل الكارت ده هو بتاع العداد ولا تلقباتنا في اي كروت تانية لو عندنا كذا عداد او عندنا كذا كارت لانه ممكن يكون متلبط مع اي حد فمش يعرفه فهدينا كود 100 واحد وممكن كمان يكون الكارت البيانات بتاعته من عندهم محتاجة تحديس لقوا البيانات او مش متعرف على العداد فمحتاج تحديس من جديد وده بتحصل كل مثلا سنة او كل فترة انه هو بيحصل كود 101 ده ازاي نعمله لو محتاجة تحديس على اقرب مكان لو مش عارفين اقرب مكان بنتصل بمية تسعة وعشرين علشان نعرف اقرب مكان لنا اه بنشحن منه الكارت اللي هو المكان تقريبا اللي بيتشحن منه الكارت اقرب مكان اه لينا اه ونديله الكارت بيحطه على الجهاز عنده بيبدأ يحدس البيانات من غير اي اوراقة منك وآ بيرجع يشتغل معانا بترجع تاني طبعا ما بتشحنوش ما بتدرش تشحنو بترجع بتيجي اتفعلو هيتفعل معانا بس طبعا هيددينا الشاشة الاراية بتاعتنا العادية وبعدين نقدر نشحنو ويبقى كده المشكلة تحلت المشكلة في الكارت محتاج برماغة العداد محتاج برماغة الجزء ده لو اه علشان مش متعرف على الكارت اما لو في غاز عادي معانا يبقى الكارت هو اللي محتاج برماغة بالروح بالكارت اه علشان برضو يتعرف على العداد من جديد ويحدس البيانات بتاعه طيب فيه ناس بتسأل هل في اه اي طريقة تانية غير ان اروح المشوار بعيد او بياخد وقته ومش هادر ياخد اجازة من شغلة اه المشكلة انه ممكن اي حد لازم الشخص بنفسه وكمان او هو ييجي بس دية صعبة يعني ما حصلتش انه هو حد يجي بالجهاز ويحدس البيانات فلازم المشوار فحل سهل ولا فوري ولا اماكن بتاع العداد شحن العداد لازم تروح بنفسك او اي حد عادي يروح بالكارت ويتحدث البيانات وخلاص موسيقى موسيقى